موسيقى إن مشكلة العقارات في مدن البلاد المختلفة وضواحيها بجانب مشكلة عملية توزيع الأراضي السكنية للمواطنين هو الهدف الأساسي من هذه الجلسة التي تم فيها استدعاء وزيرة استصلاح الأراضي السكن والتمدن أعشت أحمد بريمي لمناقشة العديد من القضايا التي تتعلق بهذا المجال أسئلة واستفسارات عديدة وجهت للوزير خلال هذه الجلسة وهي السكن العشوائي والأماكن التي اتخذتها الحكومة من المواطنين للمصلحة العامة إلى جانب مشكلة النزاعات السكنية بين المواطنين في المساحات الأرضية وكذا عملية البيع الأشوائي للأراضي التي اعتاد عليها بعض من الزعماء التقليديين ورؤساء القرى وبخاصة في الأراضي التي لم يتم تخطيطها من قبل الوزارة المعنية كما تداخل بعض من النواب بأسئلة للوزير حول الأشخاص الذين يمتلكون قطع أرضية كبيرة فوق الهكتار واصفين بأن هذه العملية احتكارية أسئلة أخرى طرحت في هذه الجلسة تتعلق بالتخطيط العشوائي لبعض الأحياء والمربعات السكنية دون مراعاة المصلحة العامة مقترحين للحكومة بأنه يجب على الوزارة المعنية باتخاذ تدابير اللازمة بغية إيجاد حلول ناجعة تسهم في حل جميع المشكلات العالقة بالسكن والتمدن والتخطيط العمراني مع الأخذ بأن الاعتبار مراعاة عادات وتقاليد بعض المناطق وكذا التعاون التام مع الزعماء التقليديين وفي ردها لهذه الأسئلة وزيرة استطلاح الأراضي السكن والتمدن عشت أحمد بريمي أكدت بأن الوزارة في العام 2013 قد وضعت خارطة تتعلق بالتخطيط العمراني لمختلف مدن البلاد وذلك من أجل تفادي مشكلات التخطيط وتوزيع الأراضي على النمط المطلوب وبطريقة جيدة ترد الجميع مضيفة بأن الوزارة قد اتخذت كل الإجراءات اللازمة من أجل وضع النقاط على الحروف لدراسة كل الملفات المتعلقة بتطوير هذا المجال